وعليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناتكم الخابر الرقمي القناة المختصة في نقل اخر اخبار عن الناترقمية واخر اخبار الكريبتو هذا اليوم سنتحدث عن البيتكوين وعن سرقه يوم الامس وإلى اين وصل وإلى اين يمكننا نتوقع أن يصل نهاية هذا الأسبوع وقبل أن تدعب الفيديو لا تنسوا الشاركة عبر قناتنا لكي يصلكم كل ما هو جديد حول اخر خبار الكريبتو واخر خبار الناترقمية وأول شيء نذكركم بالمصابقة التي وضعناها وهي جائزة بقيمة 1000 دولار لبيت التداول في قناة الخابر الرقمي يكفي أن تضع تعليق في الفيديو وأن تنشر احد الفيديوهات الخاصة بنا في مواقع التواصل الشمائي سواء فيسبوك سواء انستغرام سواء تويتر سواء حق حتى تيك توك يعني يمكنك أن تنشره في أي من المواقع التواصل الشمائي وأنت الشركة معنا في صفحتنا في تيلي جرام سوف أضع لكم الرابط في أسفل الفيديو وعلى بركة لنا نبتدي الفيديو هذا اليوم سنقوم بتحليل البيتكوين أين وصل لهذا اليوم وأين السعر الذي وصل إليه وأين أغلق يوم الأمس كما تشاهدون هذا الفريم الذي أضعه أنا خاص بأربع ساعات يعني كل شمعة من هذا كما تظهر لكم فإن الشمعة خاصة بأربع ساعات كما تشاهدون كل شمعة خاصة بأربع ساعات كل شمعة خاصة بأربع ساعات سعر الآن مستقى تقريبا في واحد أربعون ألف دولار وتمنمائة وإثنان وعشرون وكما تشاهدون فإنه توقف عند خطة هذا الخاص بالبيتكوين كما تشاهدون في واحد أربعين ألف دولار نزل عنها قليلا وصل لتسعة وثلاثون ألف دولار ولكن لم ينزل كثيرا وكما تحدثنا في الفيديو والسابقة وقلنا أن البيتكوين سوف يستقر في مستويات أربعون ألف وواحد أربعون ألف دولار من بعد ذلك سوف يذهب لتقوين قمة جديدة يمكن أن تصل لتقريبا ستون ألف دولار إلى سبعون ألف دولار كما تشاهدون نفس الأمر يعاد مرة المجددة كما تشاهدون فإنه بلغ القمة تقريبا في يوم واحد وشرين أبريل بلغ القمة تقريبا خمسة وستون ألف دولار ثم عاود الخفاظ لمستويات تقريبا تسعة وشرون ألف دولار ثم عاود الصعود لتكوين قمة جديدة يستمين وستون ألف دولار والآن أمر يتكرر ولكن الآن متجهون نحو قمة أكبر بكثير من قمة الذي وصل إليه تقريبا في شهر 11 في شهر النومبر كما تشاهدون فالنبرة قمة تقريبا تسعة وستون ألف دولار والآن متجهون لقمة جديدة قد تكون سبعون ألف دولار أو تمانون ألف دولار أو قد تسليم باعة ألف دولار كما تشاهدون فإنه قام بتقطع بين الخط الشراء وخط البيت والخط الآن يتم تشاهدون الشمعة الخاصة بأربعة ساعات كفية كبيرة جدا والفوليم الخاص به هو الآخر كبير كما تشاهدون جاء فوليم كبير للنزول بوليم أحمر مباشرة جاءوا بعده بوليم كبير لشمع خضراء كما تشاهدون أما في الفريم الخاص بساعة كما تشاهدون فإنه مستقر مستقر تقريبا في متسوية 4000 دولار منذ يوم الأمس أو منذ يوم سبع يناير كما تشاهدون فهو مستقر في 40 41 يعني استقرار عادي للسوق وهذا ما كنا نتوقعه وأنه يستقر في متسوية 4000 دولار ليعاوذ الصعود مجددا كما تشاهدون فإنه بعد استقرار كبير هنا قام بالنزول بمستوية 4000 دولار والآن سوف يوصل وقت الصعود كما تشاهدون وهو مستقر تقريبا في 40 41 ألف دولار والآن سوف يسعد تقريبا لتكوين قمة جديدة وكسر خط المقاومة الأول الخاص به ستة واربعون ألف دولار من ثم يتجي لخط المقاومة الثاني الخاص به 52 ألف دولار ثم يكسر الخط المقاومة الثاني 56 ألف دولار ثم يصل إلى 75 ألف دولار يعني حال السوق عادي جدا لا تبيعوا إخواني بالخسارة لأن السوق الآن سوف يبدأ في ارتفاع ومن لم يقوم بالشراء فهذا هو أحسن وقت للتعزيز لأن السوق سير تفع هذا الفريم الخاص به 15 دقيقة كما تشاهدون وأنه بلغات مستويات من خفضة جدا كما تشاهدون 39 ألف دولار ثم بعدها مباشرة الفريم الموالي أو الشمعة الموالية هنا جاء أفوليم من خفاض كما تشاهدون أفوليم كبير أفوليمات الخاصة هنا كما تشاهدون كان السوق تقريبا مستقر مستقر تقريبا منذ منذ تقريبا يوم 8 يناير كما تشاهدون والفريم تقريبا متشابه ومستقر كما تشاهدون إلى أن جاء هذا الفريم الكبير الذي واقع اليوم كما تشاهدون فريم كبير جدا كما تشاهدون وأكبر فريم خلال هذا الأسبوع وأعرف اللي بتكون الخفاض تقريبا من 40 ألف 41 ألف إلى تقريبا 39 ألف دولار ثم جاء أفوليم كبير أخر أخضر ثم تلا أفوليم أخر أخضر ليستبر الصعود كما تشاهدون بعد تقريبا مستوية 41 ألف دولار ونتوقع في نهاية هذا الأسبوع أن يصل البيتكوين لمستوية 47 ألف 48 ألف دولار لأن مع النهاية الشهر سوف يبدأ الانتفاع كبير للبيتكوين كان هذا فيديو بسيط قمنا بتحليل البيتكوين أين وصل وقيمته الآن في السوق ونلتقي في فيديو جديد لا تنسوا الشاركة على قناتنا ولا تنسوا مشاركة المسابقة لكتكون من الفائزين بقيمة ألف دولار لكل عشرة مشاركين نلتقي في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر